على أنقاض دولة تزدهر إمبراطورية المخدرات في سوريا لتطرق أبواب دول الجوار برعاية إيرانية لم يعد سرا أن الأسد وميليشيا حزب الله اللبنانية ومن خلفهما إيران يديرون هذه التجارة والتي تدر عليهم الكثير فبالإضافة إلى جنوب سوريا حيث أعلنت عمان مقتل نحو 27 مهربا على حدودها مؤخرا هناك أكثر من خمسين موقع لإنتاج وتصنيع المخدرات كما يكشف مركز الجسور السوري للدراسات هذه المواقع هي ذاتها التي أخرج منها السوريون لاجئين هاربين تحولت حاليا إلى مراكز تصنيع وتصدير عالمية للمخدرات وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن إدارة مكافحة المخدرات في الأردن تأكيدها أن مصانع الكيبتاجون موجودة أصلا في مناطق سيطرة الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد وتحت حمايتها وإلى جانب سوريا تحول العراق ولبنان إلى مراكز توزيع وعبور للمخدرات في تجارة أظهرت بيانات جمعتها صحيفة التايمز البريطانية أن عائداتها تتجاوز بأشواط العائدات الرسمية للاقتصاد السوري وتذهب إلى الحسابات البنكية للمهربين وأمراء الحرب التابعين للأسد وحزب الله وإيران قد تكون مسألة وقت ليس أكثر يقول موقع المونيتور قبل أن تضع إيران الطائرات بدون طيار في خدمة التجارة المخدرات التي تديرها الميليشيات جنوبية سوريا وكذلك في العراق عبر البصرة وإلى الحثيين في اليمن يحدث كل هذا في وقت تتكرر أيضا ذات الأخطاء الدولية التي تشدد خناقها على الأسد في سوريا وتهاونت مع حزب الله في لبنان ورفعت اسم الحثيين من قوائم الإرهاب بينما تركت العراق لتحكمه ميليشيات الحجد لتنتج بالمحصلة منطقة مزعزعة وكأنه يراد لها بشكل من الأشكال أن تكون كذلك في ظل غياب أي ردع فعال ضد إيران وحلفائها كما يجري حاليا في محادثات فيينا